السلام عليكم ومرحبا بجميع طلاب علوم الطبيعة والحياة في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بدراسة مستويات البنية الفراغية للبروتينات كما على هومكتوب دونك بعد ما درنا ظاهر السنساخ والترجمة بشكل مفصل يعني ودقيق اليوم راح نشوفو البنيات البروتين اللي يقدر يكون على شكلها دونك البروتين كي ينتجنا من عملية الترجمة ويخرج الى الهويولة راهو موجه الى القيام بوظيفة معينة يعني البروتين تأكيد تنتج لك راهو راح يدير لك الوظيفة تعويه إما داخل الخالية ولا خارج الخالية هاد البروتين كي ينتجنا راح يكون عندو شكل شكل ولا يقولولو بنية فراغية هيكون عندو بنية فراغية معينة يعني كل البروتين وعندو البنية تعويه حنا البروتينات نصنفوها مش غير على اساس البنية كينية تصنيفات وحتخالها دونك البروتين نقدر نصنفوها على اساس المكونات الداخلية تعويه ولا نقدر نصنفوها على اساس الوظيفة اللي يديرها ولا نقدر نصنفوها على اساس البنية الفراغية تعوي دونك راح نتعرف على الاربع بنيات الفراغية كل واحدة على حسب درجة التعقيد تحها راح نشوفوا اول بنية اللي هي البنية السهلة البسيطة اللي هي البنية الاولية وشي البنية الاولية؟ البنية الاولية هي بنية سهلة وبسيطة ما فيها حتى تعقيد جيب الاحماض الامينية لستقهمها بعدهم دونك البنية الاولية هي عبارة وشيها لأحماض امينية لسقين في بعدهم بواسيطة وشيها روابط بيبتدية هنا البنية الأولية هي عبارة على سلسلة بيبتيدية نقدر نقول لها سلسلة بيبتيدية ما يشمع قدرة هي سهلة وبسيطة السلسلة بيبتيدية فيها هذه روابط بيبتيدية هذه البنية الأولية البنية الأولية هي عبارة على روابط أحمد أمينية مع بعضهم بشكلها يعني خطي سهل وبسيط البنية الأولية هذي تقدر يصرع لها انطيواء ولا انعيواج بحيث انها تتحول لنا الى بنية ثانوية يعني البنية الثانوية هي كما نقولو احنا الديفلوفمونت على البنية الأولية البنية الثانوية هي بنية او جيب بنية اولية وعوجها لان كي نعوجوها رح يكونو عندنا الزوج اشكال يا اما رح يكون عندنا الفة ولا بيتا الفة ليه شكل حالزوني وهل بيتا رح يكون عندنا على شكل وريقات مطوية شي كي تتبق الورقة نتايا تبقها هذي كي الوريقات المطوية لان البنية الثانوية هي عبارة على التفاف للبنية الاولية داكار يا اما بالشكل الفا ولا الشكل بيطا عندك الوريقات هادو ولا الالتفافات الحالازونية هادو نقدرون نلقاو في يعني بيناتهم مناطق بينية يقول لهم يعني ما عندهم حتى شكل وهاد البنية الثانوية يعني الفا ولا بيطا بين بعضهم بين بعضهم يكونوا مرتبطين بروابط هايدروجينية يعني بين بعضهم يكونوا مرتبطين بروابط اللي هي تحبط لك على الشكل انتحة يعني كما تكون شكينا الرابطة هادي رح يخسر لك الشكل هادا دونك البنية الثانوية طلعنا شوية في الدرجة هي اولية ولفيناها اما الفا اما بيتا الروابط الهايدروجينية هادي اللي تكون داخل في البنية هي عبارة على روابط يعني انتجتنا بين مجموعة سي او والان اش لروابط البيبتي ديا دونك حنا على بالنا بلي الشكل متع الحمض الاميني شافوا داكم فهمكم شو معنا هادي الرابطة بين السي او والان او حنا على بالنا بلي الشكل الام متع الحمض الاميني عندك سي اش عندك مننا سي او او اش ومننا عندنا اناش تنين ومننا عندنا الجيدر اوكي دونك حنا حل نعطلكم كفاة تشكل بين الرابطة الهيدروجينية بين المجموعة السي والاو دونك كي نحكمو الحمض الاول والحمض التعني دونك نجيبو هنا يا او 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 سي او والان اش دونك هنا يسي والان عندك سي او هنا مجموعة او اش وهنا يو اش وحدة راحين يخرجوا راحين يعطيونا اش نين او وشي بقى لنا يبقى لنا سي او تبقى لنا ان اش دونك هادي هي الرابطة اللي تشكل لنا هنا سي او والان اش هدية معناها الرابطة الهايدروجينية بين المجمع سي سي او والان اش هاد البنية التانوية تقدر هي تاني تديف لوبا وتعطينا بنية ثالثية دونك البنية الاولية ديفلوبا تعطيت احطاتنا البنية التانوية البنية التانوية بعد ما دارت الالتفاف تحا ولا الانطواء تحا تقدر هي تاني تتطور وتعطيك اه بنية ثالثية كيف تعطينا البنية الثالثية دونك شوفوا احنا قلنا باللي كاين هنا يا مناطق يقول لهم مناطق بينية سواء في الالفا ولا في البتا دونك هادو المناتق البينية نزيدون او وجوهم يزيدوا يصرى لهم التفاف بعد ما يصر لهم التفاف راح زي تتطورنا البنية دونك راح تتشكل لنا في البنية الثالثية اربع انواع من الروابط اللي لتكون فيها عندنا الروابط الاالكاريها للماء عندنا الروابط الشاريديى عندنا الروابط الهايدروجينية وعندنا رواوابط ثنائي الكيبريت الروابط الاعش هاي كيمال يهدرنا عليها حنيه الروابط أليه روابط الشريدية تكون بين السي او او مو و بين الاناشت اخوة بلوز عندنا روابط الكاريها للماء عندنا اجزاء في البروتين ما يحبوش الماء دونك يكونوا معاكسين للاتجاه تالما يلتفوا في جهة المعاكسة تالما يشكلوا لك هنا يا رابطة بيناتهم عندنا رابطة الكبريتية رابطة الكبريتية تكون كين حمد اميني عندو الجيدر تاعو اس اش لي هو السيستين دونك عندو سي او او بو عندنا اناش دو سي او او اش هنا يوش يكون عندنا سي او اش دو هنا وش عندو اس اش دونك هادي اس اش هي هل يحتشكل لنا اه الروابط الكبريتية دونك هنا راح يكون ان لي سيستين 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 كيتلقاء الكبريت عرف بالي راهو كين حمد السيستين دم يانه هو لي عندو الرابط الكبريتية دونك هادة الروابط معا بعدها راح تشكل لنا اه البنية التالتية وتحافظ لك على البنية تحى يعني كو ما كينيش الروابط هادو متحافظ لكش البنية تحا ما تكونش متماسكا ولا ما عندهش نفس شكل دونك هنا في البنية التاليتيه نقدروا نلقاو الفا فقط نقدروا نلقاو بيتا فقط ونقدروا نلقاو الفا و بيتا مع بعداهم دونك كما قلنا مناطق الانعطاف هادو اللي هما كانوا مناطق بيني يقبل وكي تعوجوا وداروا على ثم هم مناطق انعطاف لأنهم ينعاطفوا شكلونا البنية التاليتيه دونك نطلعوا بدرجة التعقيد بشوية بنية اولية تتحولك الى بنية تانوية بنية التانوية تتحولك الى البنية التاليتيه البنية التاليتيه تتحولك الى بنية رابعية وش هي البنية الرابعية البنية الرابعية هي هز زوج بنيات فما وفوق من التاليتيه ركبها ما بعدها تعطيك البنية الرابعية دونك البنية الرابعية وش هي زوج تحت وحدات من البنية الثالثية فما فوق. عندنا مثال مثال الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة على اربع تحت وحدات من زوج الفا وزوج بيتا. دونك هزينا هزينا البنية الثالثية زوج منه. ركبهم بعدهم سيبهم. بنية رابعية. ثلاثة اربعة خمسة ستة محا بعدهم. فما فوق قلنا عهي بنية رابعية. دونك لازم نعرفو باللي عملية الانطواء ولا الانعيواج ولا تحديد الشكل انتاء البروتينات يتم عبر مراحل يقدر يكون بنية اولية ثانوية ولا ثالثية ولا رابعية. درجة التعقيد تختلف حسب نوع البروتين. كل ما كانت سلسلة طويلة نعرفو باللي البنية حتكون اكثر تحقيد. كل ما كانت سلسلة قصيرة مش رح يكون كاين التفاف بزاف. دونك مش رح يكون كاين اه تحقيد اكثر. ترى هادي رح توصلنا الى حاجة. اللي هي انو البروتين الشكل انتاعو ولا البنية الفراغية انتاعو راهي عندها حلقة بالوظيفة. يعني يكون يكون عندك بروتين ويتبدل الشكل تاعو راهو مش رح يؤدي نفس الوظيفة. هادا يخلينا اننا ننتقلو الى النشاط الموالي. اللي هي العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته. دونك لازم نعرفو باللي البنية رحي مرتبة بالوظيفة من تاع البروتين. نتمنى يكون الفيديو فاتكم. نلتقي بفيديوهات قادمة. موسيقى موسيقى موسيقى